موسيقى بعتة الامم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن اختتام الجولة الاولى لحوار جينيف باتفاق المشاركين على جدول اعمال يتضمن الوصول الاتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية موسيقى البرلمان الاوروبي صادق على قرار ادانة تصعيد العنف في ليبيا ويدعو الى فرض عقوبات ضد المسؤولين عن العنف والمتسببين في مقاطعة الحوار موسيقى موسيقى نشرة ثالثة عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار اهلا بكم اعلنت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا عن اختتام الجولة الاولى للحوار في جينيف باتفاق المشاركين على جدول اعمال يتضمن الوصول الى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وقالت البعثة في بين لها ان المشاركين في الحوار دعوا كافة الاطراف لوقف الاقتتال لاجاد بيئة مواتية للحوار وذكرت البعثة ان الحوار يرتكز على الالتزام باسس ثورة السابعة عشر من فبراير واحترام شرعية مؤسسات الدولة وفصل السلطات والانتقال السلمي للسلطة ونبذ العنف والارهاب واكدت البعثة عقد جولات اخرى للحوار الاسبوع القادم والاسابيع التالية ويشمل ذلك ممثلي البلديات والمجموعات المسلحة الى جانب الشخصيات السياسية والاجتماعية والقبلية هذا وبينت البعثة ان المشاركين ناقشوا تدابير بناء الثقة لحماية وحدة البلاد وتخفيف معاناة الشعب الليبي والتي تتضمن معالجة اوضاع المخطفين والمفقودين الى جانب المحتجزين بشكل غير شرعي والعمل على اطلاق صراحهم ناقش المشاركون كيفية معالجة شؤون المهجرين والنازحين في الداخل والخارج الى جانب ضرورة فتح المطارات وتأمين الملاحة الجوية والبحرية والنقل البري في البلاد طلبوا بتأمين المرتبات لجميع من له حق فيها دون تمييز على اي اساس كان ودع المشاركون في حوار جينيف المؤسسات الحكومية المعنية الى تأمين الاليات المناسبة لاستيراد المواد الغذائية والتموينية الضرورية اكد مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على المستوى الوزاري التي انعقدت في القاهرة امس الخميس اكد ان الحل السياسي يعد السبيل الوحيد لتسوية الازمة في ليبيا من خلال حوار وطني بين كافة الاطراف التي تنبذ العنف اكد المجلس دعم ما وصفه بالشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنحل والحكومة المنبثقة عنه مطالبا مجلس الامن الدولي برفع القيود المفروضة على تسليح القوات التابعة له ورحب المجلس بنعقاد الجولة الثانية من الحوار في جينيف واحث كافة اطياف الشعب الليبي على ابداء المرونة اللازمة والتعامل مع الحوار بروح ايجابية تضمن الوصول الى قواسم مشتركة بما يؤدي الى تحقيق النتائج المرجوة منه حذر المبعوث البريطاني الخاص الى ليبيا جوناثان باول من انه اذا فشلت محاولات الامم المتحدة لحل الازمة فان البديل هو ان تتحول ليبيا الى صومال جديد على البحر المتوسط حسب وصفه وفي مقابلة مع وكالة رويترز حذر باول مما وصفها بمخاطر اندلاع حرب اهلية شاملة ستفرض تهديدات خطيرة على الدول المجاورة لليبيا واوروبا قائلا انه لا يمكن ان يعد او يمكن بعد تحديد ما ان كان الحوار سينجح ام لا استبعد باول ان تتدخل حكومات بارسال قوات الى ليبيا لتقوية الاطراف التي تدعمها مؤكدا في المقابل انها قد تستمر في دعم حلفائها بالاسلحة والمشورة والاموال وتحريضها على الاستمرار في القتال واصفا ذلك بالخطير صادق البرلمان الاوروبي مساء امس على قرار بشأن الوضع في ليبيا تضمن ادانة تصعيد العنف خاصة ضد المدنيين ودعوة كل الاطراف الى قبول وقف غير مشروط للقتال ومؤكدا دعمه لجهود المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة برنردين اليون ابرز ما ورد في القرار نستعرضه في هذا التقرير دعا البرلمان الاوروبي الاتحاد الاوروبي الى تطبيق عقوبات ضد المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الانسان بليبيا وكذلك المسؤولين عن مقاطعة المحادثات التي تشرف عليها الامم المتحدة واكد القرار على دعم مجلس النواب المنحل داعيا اياه الى انتهاج الحوار وحماية حقوق كل ليبيين ومعربا عن الانشغال العميق من الحضور المتزايد في ليبيا لمجموعات وصفها بالارهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية ودعا القرار القوى الاقليمية الى عدم اتخاذ خطوات من شأنها تعميق الانقسامات مؤكدا الاتزام الاتحاد الصارم بوحدة ليبيا وسلامتها الترابية النواب الاوروبيون دعوا الى تمكين المحكمة الجنائية الدولية من الاليات اللازمة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت في ليبيا والتي تدخل ضمن ولايتها مؤكدين ان التعزيز الاليات المساءلة على المستوى الدولي من شأنه ان يمنع الميليشيات من ارتكاب انتهاكات جديدة القرار اكد ايضا على ضرورة حماية حياد المؤسسات الليبية لاسيما المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط ودع الشركات الدولية التي تبرم عقودا متعلقة بالنفط الليبي الى التأكد من ان تعاملاتها لن تستخدم على نحو مباشر او غير مباشر في تمويل الميليشيات المتقاتلة كما دع القرار الى اعادة تقييم مهمة البحثة الاوروبية لمراقبة الحدود في ليبيا وانشاء بحثة سياسية للامن والدفاع المشترك تعمل مع الامم المتحدة والشركاء الاقليميين في حال ايجاد حل سياسي في ليبيا واكد القرار القلق العميق من وضع المهاجرين واللاجئين في ليبيا ودع الدول الاعضاء الى دعم ايطاليا لمواجهة المهاجرين القادمين من افريقيا وخاصة من ليبيا كما اثنى على استضافة تونس لمليون ونصف مليون ليبي ودعا الى دعمها في هذا المجال وصل رئيس المؤتمر الوطني العام نوري ابو سهمين ووفد حكومي مرافق له الى العاصمة التركية انقرة في زيارة رسمية تستمر ثلاثة ايام وسيعقد رئيس المؤتمر جلسة مباحثات اولى مع رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو تليها جلسة اخرى مع رئيس الدولة رجب طيب اردوغان وذلك لبحث سبل دعم ليبيا لمواجهة المشاكل الاقتصادية والامنية وتعزيز عملية الحوار كما سيلتقي الوفد الليبي المتكون من وزير الخارجية والنائب الاول لرئيس الوزراء وعدد من اعضاء المؤتمر برئيس الحكومة التركية في وقت لاحق باستنبول هذا وكان رئيس المؤتمر الوطني العام نوري ابو سهمين اكد ان وفد الحوار الذي شكله المؤتمر قد اكد لرئيس بعثة الامم المتحدة ضرورة وجود معايير واضحة وشفافة لاختيار اطراف الحوار كما بيّن المؤتمر انه لا نية لديه لعرقلة الحوار والجهود الصادقة لانجاحه والتزام الجميع بمخرجاته وقال ابو سهمين في كلمة نشرها امس الخميس موقع المؤتمر الوطني ان البعثة لم تتقيد بالية الحوار وانها تسرعت في الاتصال بالاطراف دون ان تقدم قائمة نهائية للفريق المكلف من المؤتمر ودون اي اتفاق على جدول الاعمال وهو ما ينبئ بامكانية فشل الحوار او عدم توصوله لنتائج حقيقية يمكن تطبيقها على ارض الواقع وللحديث حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من طرابلس المحلل السياسي محمود اسماعيل سيد اسماعيل هل ترى ان الحوار متوازن باطرافه الحاليين الموجودين في جينيف يكون بداية الله ولكن ان يكون الحوار بهذا الشكل متعدد الاطراف نعم ولكن اين الاطراف التي حضرت وهل هي ممثلة فعليا على الارض ام لا هل هو الذين يجب ان يحضروا هل حضروا ام لا حقيقة ارى ان الامم المتحدة كثير من الاستهجاب في الاختيار سواء كان في الاطراف وايضا لم يكن هناك توضيح وتحديد لمعالم الخارطة التي يسير بها هذا الحوار ما هي البنود وما هي الاجراءات وما هي الطريقة لم يكن هناك وضوح الذي يهم الشعب الليبي لا يهم الامم المتحدة ولا يهم جينيف لن تشكل حكومة للليبيين يرضو عنها في جينيف الليبيون احرار وسيظلون احرارا لذلك دافعوا ولذلك واجهوا القدافي وآلثه القمعية ولذلك انتصروا ومن اجل ذلك هم نسيرون لا يمكن القبول مهما كان وكيف كان ان يتم رسم معالم طريق لليبيا خارج ليبيا ولا يمكن ايضا الرضا بان تكون الاطراف او يتحدث اطرافهم يتحدثون باسمائهم شخصيا نعم ولكن ان يتحددوا عن الشعب الليبي وان يحاولوا قدر الامكان ان يكيلوا بان هذا الموضوع عبارة عن ممثلين للشعب الليبي لا اعتقد ان الليبيون المؤتمر الوطني سيد اسماعيل يقول اوضحت الفكرة سيد اسماعيل اذا كنت تستمع الي واضح المؤتمر يقول ان البعثة لم تتقيد بالية الحوار ويتوقع ان يفشل هذا الحوار نتيجة لعدم التقيد هذا اذا كان هذا الامر صحيح فمن حل برأيك علينا اولا ان نرجع الى الاتفاقية التي وقعت ما بين الاوم المتحدة وما بين ليبيا اذانا ما تم الانتهام من حكم القدافي عند ذلك وقعت وقعت اتفاقية وضحت طريقة الامل وعدم التدخل واليات الامل لهذه البعثة على الارض الليبية ليبيا دولة مستقلة وترضى دولة مستقلة واليات التدخل انما هناك محاولات ارى انها محاولات من بعض على رأسهم المبعوث الخاص بالامم المتحدة من اجل ان يحاول ان يجني نوع من المكاسب ربما تكون شخصية اكثر من تكون للدولة الليبية محاولات ايضا التفويت على ان هناك برلمان البرلمان قد حل جكم المحكمة اذا كان هناك احترام لدولة القانون والمؤسسات علينا ان نستجه الاحترام احكام القضاء مبدأ الفصل ما بين السلطات واضح واحكام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في جانب اخر من الموضوع سيد اسماعيل في جانب اخر من الموضوع كيف تفسر دعوة البرلمان الاوروبي لمعاقبة كل من يقاطع المحادثات التي تشرف عليها الامم المتحدة اعتقد ان عبارات فبفازة لا تسمن وتغني من جوع الذين يقاطعون بالحقيقة ولم يحددون الاتحاد الاوروبي او في هذا البيان عبارة عن نوع من الحق الذي يخرج دائما بعد اجتماعاته من اجل اتخاذ طريقة او باخرى او سياسة لعب ادوار دور هذا ودورة المذاك من اجل ان يكون هناك او نحن سنحاول قدر الامكان فرض نوع من العقوبات ولكن هذه اشياء شبه مستحيلة لان الاطرار جميعا لم تكن متواجدة ولم تكن متوازنة والامور غير واضحة والنتائج التي رسمت قبل ان يبدأ الحوار حالة يدل على انه قد ولد ميتا لا اعتقد انه هو ان يكون بدايا نعم الليبيون لا تحل مشكلهم الا بالحوار لكن وفقا للحالة التي عليها الامور الان فان هناك طرف لم يلتحق ويشارك بجلسة الحوار في جينيف وهناك دعوة من البرلمان الاوروبي لمعاقبة من يقاطع او يعرق الحوار هل تتوقع ان نرى عمليا فعلا هذه العقوبات اولا اعتقد ان هذه عبارة صبفاضة لا يمكن ان تنتج في معاقب وما الى ذلك هي عبارة عن اجراءات عامة لا يمكن اتخاذها على ارض الواقع نعم وحاول في عبارة عن سياسة التغوير وحاول قدر الامكان ثم ان الجزم للاتحاد الاوروبي كان ان يتجه الى الجزم الشرعي والموجود حاليا وهو مؤتمر وطني منتخب من الليبيين اكثر من مليون وثلاثمئة الف انتخبوا هذا الجزم علاوة على هذا وذاك نحن نتكلم على عطاق او نتكلم على طرفين لا يوجد تحديد العواس للمعالم يوجد اسماء وردت في داخل القائمة لكن البرلمان الاوروبي سيد اسماعيل وعدر المقاطعة البرلمان الاوروبي في بيانه يقول بأنه يدعم مجلس انواب المنحل كجهة شرعية في البلاد هو يدعم ولكن يدعم البرلمان الاوروبي ولكن لن يدعمه الشعب الليبي ما لا يدعمه الشعب الليبي لا يمكن هذه ليبيا والذين هم الذين اختاروا احكام المحكمة الليبية على الارض الليبية ويجب ان يتمه وتمه ان هناك اتفاقيات الرئية بين كثير من الدول اذا هناك رفع لدعاء ومجرد الاعمل على اقرار هذه الاحكام الزام هذه الحكومات بان تحترمي رابط الليبيين لا يمكن الرضا بغير هذا ولا يمكن قبول غير ذاك مهما كان وكيف كان انا ارى ان هذه محاولة قدر الامكان مجدية ربما في عمله ان يلتقوا وان يجلسوا مع بعض ولكن اما ان يكون هناك حل انهم يمثلون اطراف كأسراد كأسماءهم الشخصية ولكن ان يمثلون جهات او يمثلون الشعب الليبي بالمطلقة اعتقد ان هذا امر بعيد وما المشكل لا تزال مشكل والحل لا يزال الا بايدي اللي يجب ان يدعى الاطراف الحقيقية التي تملك فاعلية على الارض اما ان يدعى اطراف بأسماءهم الشخصية هم نعم وواطنون وطيبون ربما يملكون الكثير من الافكار ولكن لا يملكون الحقيقة ولا يملكون ارادة هذه الحقيقة وتطبيقها على ارض الواقع الجامعة العربية سيد اسماعيل من جانبها تمسكت بالحل السياسي ودعت في ذات الوقت مجلس الامن لرفع القيود على تسليح القوات التابعة لمجلس النواب كيف تفهم هذا الموقع شر المبشكات المبقيات جامعة الدول العربية تتباسع على الحل السياسي من جانب وتدعو للتسليح من جانب تاني هذا دلالة واضح على ان جامعة الدول العربية لم تكن متوازنة ولم تكن متوازنة وكما عودتنا دائما غير متوازنة فيما يتعلق بانحيازها لهذا الشعب والبداية نقول ان جامعة الدول العربية عندما ادركت ما يتعلق بفئة على فئة محاولة قدر الإمكان بالسماح لها بالتسلح هذا يدل على انها امتهجت نهج السلاح ولم تنتهج نهج السياسة هذا هو عيب محاولة قدر الإمكان من ان تخترق هذه الالتزامات الالتزام الذي عليها ان تدعو الى السلم وان تدعو الى السلم في ليبيا وان تحاول قدر الإمكان ان اجمل هدية تقدمها جامعة الدول العربية ان ترفع يدها على ليبيا والترفع الدول العربية يدها على ليبيا التي حاولت قدر الإمكان ان تعمل يد الهدم فيها محاولة النشر الفتنة ومحاولة التدخل بالشق العسكري والشق الاقتصادي والشق السياسي كل ذاك لا ينتج لليبيين الا مزيدا من الدمار اللي يملكون بعض ويستطيعون حل مشاكلهم فيما بينهم لا يمكن الرضا بغير هذا ولا يمكن قبول غير ذاك المحلل السياسي عبر الهاتف من طرابلس محمود اسماعيل شكرا جزيلا لك شدد المجلس الاعلى للدفاع على ان اي اتفاقيات فردية تبرم مع اشخاص لا يمثلون الا انفسهم لن تكون ملزمة للدولة الليبية داعيا الاطرافة الى احترام سيادة الدولة الليبية المتمثلة في شرعية المؤتمر الوطن العام وحكومة الانقاذ مؤكدا على ضرورة ان يكون الحوار على اساس ثوابت الثورة السابعة عشر من فبراير واشدد المجلس في بين انتلاه الناطق باسمه محمد عبد الكافي على قدرة قوات الجيش الليبي وكتائب الثوار على حسم المعركة ان الحوار يجب ان يكون على اساس الثوابت الوطنية لثورة السابعة عشر من فبراير والاعلان الدستوري ولا يمكن القبول باعضاء واعوان النظام السابق او من هم مطلوبون للعدالة الليبية كاطراف في اي حوار ثالثا الحوار يجب ان يكون وفق رؤية واضحة وخارطة طريق متفق عليها مسبقا بين اطراف الحوار تحدد الهدف من الحوار ومكان العقاده ومن هم اطرافه وفي السياق المتصل اكد الناطق باسم قوات ما يعرف بفجر ليبيا على الاحويك ان موقفهم من الحوار في جينيف لم يتضح حتى الان وقال الاحويك في تصريحه لقناة ليبيا لكل الاحرار ان موقفهم الثابت للاعتراف بالحوار ومخرجاته مبني على موقف المؤتمر الوطني صاحب الشرعية في البلاد بعد حكم الدائرة الدستورية واضح الناطق باسم قوات ما يعرف بفجر ليبيا ان الحوار في جينيف سيعلق الجمعة ويعاد انعقاده الاثنين وحينها سيتضح موقفهم قال ناطق الرسمي باسم المجلس البلدي في كيكلة رضا يعقوب ان المدينة تشهد هدوءا نسبيا اليوم مضحا ان الجهة الشرقية للمدينة تعرضت امس لقصف بالمدفعية الثقيلة لم يدم طويلة ونفى يعقوب مشاركة المجلس البلدي للمدينة في عملية تبادل الاسرة التي تمت مع مدينة الزنتان مضيفا ان العملية كانت بوساطة محلية يشار الى ان عملية لتبادل الاسرة قد جرت المدة الماضية ما بين مدينتي كيكلة والزنتان قال ناطق باسم القوة الوطنية المتحركة صبح جمعة ان محاور العقربية والعسة وجنوب العجلات تشهد اجتباكات بالمدفعية الثقيلة واضح جمعة ان قواتهم لا تزال تتمركز في محور حرف التي ببئر الغنم وجنوب الزاوية مضيفا ان محاور الرابطة والكسرات ومصنع التبشير كلها تحت السيطرة يشار الان معارك عنيفة دارت في محور العجلات امس الاول اسفرت عن مقتل ثمانية اشخاص وجرح عدد اخر من القوات التابعة لما يعرف بفجر ليبيا ولمزيد التفاصيل ينضم الينا عبر الهاتف الناتق باسم القوة الوطنية المتحركة صبح جمعة سيد جمعة ما هي اخر تطورات على الارض في المنطقة الغربية نعم السلام عليكم وحييك وكافة مشاهيري قناة ليبيا لكل الاحرار وعليكم السلام تشهد جميع المحاور في المنطقة الغربية اشتباكات عنيفة في اليومين المضيين يوم الامس واول امس اكتر خاصة في محور جنوب العجلات ومحور منطقة العقربية الممتد الى منطقة الضرير جنوب الجميل وايضا محور العسة الذي يأتي غرب منطقة قائدة الوطنية الجوية سجلت طبعا بعض الخصائر في صفوف قواتنا من عدد 8 شهداء وعدد 6 جرحة خلال يومين المضيين اما يوم الامس واليوم فتشهد تبادل اطلاق النار بالاسلحة التقيلة متقطعة ليست اشتباكات مستمرة بين الحين والاخر واكتر المحاور تشهد سخونة ربما في العمليات العسكرية محور جنوب العقربية ومنطقة الضرير طيب هل استمرار الاشتباكات بالمدفعية الثقيلة يعني انه لا وجود لأي تقدم من اي طرف بالنسبة لقواتنا تمتلك المساحات الشاسعة والمواقع التي تم السيطرة عليها بعد السيطرة على منطقة تولت غزالة والعسة وايضا مناطق رقدالين وجميل وزلطن انما التقدم يأتي بمسافات ربما بسيطة ولكن نملك بعض المواقع الاستراتيجية وبعض النقاط العسكرية التي كانت تسيطر عليها ما يسمى بقوات جيش القبائل التقدم يأتي لاغلاق الممرات التي يستعملونها لتمويل قواتهم داخل قاعدة الوطية الجوية ونجحنا بنسبة كبيرة في هذه المهمة الصعبة ربما لشساعة المساحة ما زال المحور الجنوبي لقاعدة الوطية يشهد بعض العمليات من قبل قوات ما يسمى جيش القبائل لإدخال بعض المؤن وايضا استعمال طائرات اليوشن الشحن اليوشن التي تأتي ببعض الجنود وبعض المعدات الوقود والأسلحة وما إلى ذلك ونحن نتعامل على الأرض وليست لدينا قوات جوية إلى حد استعاد الناطق باسم القوى الوطنية المتحركة صبح جمعة شكرا لك نفى آمر القوة الثالثة جمال تريكيا لنباء المتداولة بشأن مقتل أربعة أفراد من عناصر القوة بالقرب من مدينة سيرت وقالت تريكي في تصريح لقناة ليبيا لكل الأحرار إن الأمر هو عملية اختطاف نفذها مجهولون ضد عناصر مسلحة تابعة للقوة منذ أربعة أيام حيث أقاموا بوابة وهمية بالقرب من مشروع اللود الواقع بين ودان وبونجيم في منطقة الجفرة فدى أمر القوى الثالثة أن قواتهم تكثف من عمليات البحث للعثور على الخاطفين وتحرير المختطفين قال أمر القطع الحدودي إجدابي العقيد بشير بظفيرة أن منطقة الهلال النفطي تشهد هدوءا تاما منذ يوم أمس الخميس أضف بظفيرة أن هناك جهود للوساطة جرت في منطقة النفلية مضحا أن عددا من أعيان المنطقة التقوا مع أعيان مدينة مصراتة وحكمائها من أجل حل الإشكال القائم سعيا لحقن الدماء الثالثة ما زالت متواصلة وفيها بعد الفصل العثور على خمس وعشرين جثة قبالة شواطئ زليطن تعود لمهاجرين غير قانونيين أغلبهم من السينيغال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن اختتام الجولة الأولى لحوار جينيف باتفاق المشروع المشاركين على جدول أعمال يتضمن الوصول إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية البرلمان الأوروبي صادق على قرار تضمن إدانة تصعيد العنف في ليبيا ودعا إلى فرض عقوبات ضد المسؤولين عن العنف والمتسببين في مقاطعة الحوار رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين ووفد حكومي مرافق له يصل إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام أهلا بكم من جديد أكد عميد بلدية أباري أحمد المرتضى لقناة ليبيا لكل الأحرار أن هدوءا حذرا يسود المنطقة مع توقف سماع طلقات النيران المتفرقة منذ يومين وقال المرتضى أن شباب المدينة تمكنوا من إعادة جزء من الاتصالات التي كانت مقطوعة منذ مدة أضاف المرتضى أن لجان الأزمة في الوقت الذي تواصل فيه تقديم المساعدات للأسر النازحة تقوم بعملية حصر للنازحين في جميع المناطق بالتعاون مع حكومة الإنقاذ لإتمام إجراءات تحديد الاحتياجات وتسديد إجراءات مقارئ والنازحين طلب مصرف ليبيا المركزي بإجراءات فورية لترشيد الانفاق مهما كانت صعبة ومؤلمة مؤكدا أن هذه الإجراءات ترمي إلى توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية للمواطنين ووضح المصرف في بيان الله الخميس أن العجزة المالية لسنة 2014 بلغ 25 مليار دينار مقترحا عشرة إجراءات من الضروري اتخاذها لمواجهة الأزمة المالية ومن ضمن الإجراءات معالجة عجز الميزانية معالجة قانونية وفق التشريعات النافذة والالتزام التام بتطبيق الرقم الوطني في جميع المعاملات المالية ووضع ألية فاعلة لتحصيل الإرادات السيادية وإعادة النظر في سياسات الدعم وتأجيل قرارات الإفاد وإعادة النظر في ألية العلاج بالخارج العثور على 25 جثة قبل تشواطر مدينة زليتن تعود لمهاجرين غير قانونيين أغلبهم من السينيغال إثر غرق مركب كان يقلهم في محاولة للهروب إلى إيطاليا أفاد عضو المكتب الإعلامي في المجلس البلد زليتن أحمد دوفان بأنه تم إنقاذ ثلاثة مهاجرين في حالة صحية سيئة أما الجثث فسلمت لمركز زليتن الطبي أضف دوفان أن نجينا أفادوا بأن العدد الإجمالي يبلغ 72 شخصاً كانوا على نفس المركب ولا يزال البحث مستمراً عن الباقين والآن إلى جديدة صفحة رياضية يشارك الرياضيان أحمد الهادي الكويسح ومحمد صارح عبد الناصر في بطولة إفريقيا المفتوحة للجيدو التي تنطلق بتونس في الفترة من السابع عشر إلى التاسع عشر من الشهر الحالي هذا وتأكدت مشاركة نادي اتحاد الجمارك والنادي الأهل المصراتي في البطولة العربية بالسعودية التي تقام في الفترة من الرابع والعشرين إلى التاسع والعشرين من يناير الحالي يأخوذ فريق أهل ترابلس مباراة ودية ضد نادي الإفريقي التونسي يوم الغاد على ملعب شادلزويتن على ساعة ثالثة مساء وذلك في إطار التحضير للقاء اسموح المصري ضمن منافسات الدور التمهيدي لدور أبطال إفريقيا في مباراة مثيرة ودع ريال مدريد حامل اللقب كأس ملك إسبانيا بعدما تعادل بهدفين مع أتليتيكو مدريد مساء أمس على ملعب سانتياغو برنباو في إياب الدور السادس عشر ليتفوق أتليتيكو بنتجة أربعة أهداف مقابل هدفين بمجموع مبارتين ذهبا وإيابا ويتأهل لدور الثمانية بفضل ثنائية لعبه العائد فرناندو توريس الذي سجل في الدقيقة الأولى من الشوط الأول والسادسة والأربعين وعدل ريال مدريد سيرجو راموس في الدقيقة العشرين ثم كريستيانو رونالدو في الدقيقة الرابعة والخمسين لعبنا أمام أفضل فريق في العالم كله تقابلت فرناندو توريس حين كان صغيرا جدا أنا سعيد به إن التسجيل في مواجهة من هذا العيار أمر كبير وهو أحسن اللعب وأسعد الناس أكثر وأكثر علينا أن ندرس مواجهة اليوم ونتعلم من الأخطاء الآن أمامنا ثلاثة أسابيع للاستعداد لدور أبطال أوروبا على إيقاعات النغم الرسمي للمونديال افتتحت في العاصمة القطرية الدوحة النسخة الرابعة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة اليد 2015 بحفل فني مبهر بمشاركة 24 منتخبا وشهدت سالة لوسيلة الدولية مراسم حفل فني عالمي قدمت فيه لوحات فنية استخدم فيها أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العصر هذا وافزت قطر في المباراة الافتتاحية على البرازيل بنتيجة 28 هدفا مقابل 23 ويتواصل مونديال كرة اليد إلى غاية الأول من فبراير المقبل الثالثة انتهت وإليكم العناوين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلن اختتام الجولة الأولى لحوار جنيف باتفاق المشاركين على جدول أعمال يتضمن الوصول إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية البرلمان الأوروبي صادق على قرار تضمن إدانة تصعيد العنف في ليبيا ودعا إلى فرض عقوبات ضد المسؤولين عن العنف والمتسببين في مقاطعة الحوار رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين ووفد حكومي مرافق له يصل إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة الرسمية تستمر ثلاثة أيام شكرا لكم دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة